السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فضلات بدايتاً شكراً جزيلاً للكتور مازين على هذه الدعوة الجميلة للمشاركة بورشة عمل عن إنترنت الأشياء باختصار إنترنت الأشياء هو مستقبل تكنيوجيا المعلومات في كل الإختصاصات سواء كانوا هندس تحاسبات علوم حاسبات هندسة تقنيات الحاسبات وغيرها في المستقبل سيكونهم جزء من فريق العمل لبناء ما يسمى بإنترنت الأشياء طبعاً شكراً جزيلاً لأخوة والأخوات اللي تحدثوا سابقاً عن مفهوم إنترنت الأشياء يعني باختصار هو مثل ما ذكروا إنترنت الأشياء هو كل نظام يتكون من مجموعة من الأجهزة الحاسوبية أو الميكانيكية أو الألكترونية اللي تكون مربوطة على أجزاء أو أجسام أو حيوانات أو بشر أو أي جزء من أجزاء البيئة المحيطة بينه بشرط أنه تحتوي على Unique Identifier اللي هو عنوان فريد لكل واحد من هذه الأجهزة قابلية نقل البيانات ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى والشرط الرئيسي هو بدون وجود Human to Human أو Human to Computer يعني بدون تدخل البشر أو تفاعلهم فيما بينهم أو بدون تدخل البشر مع المكان بشكل رئيسي طبعاً الأشياء اللي نقصد بها مثل ما ذكرنا هي قد تكون البشر أو الحيطان أو الحيوانات أو المكان الأخرى بشرط أنه تحتوي على سنسر متحسس يقوم بتجميع بيانات من البيئة المحيطة به يجب أن تحتوي على عنوان ويجب أن تحتوي على قابلية الاتصال فيما بينها ولكن هل هذا التعريف يكفي لكي نعرف ما هو إنترنت الأشياء؟ طبعاً الجواب سيكون لا ورح نتعرف على تفاصيل هذا الشيء إن شاء الله بعد قريل بدايةً قبل ما نبدأ نتحدث عن إنترنت الأشياء على مدين أهميته ودوره في المستقبل نذكر بعض التطبيقات الواقعية لإنترنت الأشياء الموجودة في عالم اليوم بدايةً من المنازل الذكية إلى الاتصالات ما بين الأجهزة الـ التي يتم ارتداءها من قبل الساعات الذكية أو وغيرها إلى السيارات المرتبطة فيما بينها والتي تستطيع قيادة نفسها بنفسها بدون تدخل البشر الإنترنت للجوانب الصناعية المدن الذكية الإنترنت للأشياء للزراعة لتوزيع المنتجات اللي هو البيع بالتجزئة من قبل الشركات الكبيرة كذلك في إدارة إنتاج الطاقة وتوزيع الطاقة واستهلاك الطاقة وجعلها كلها سمارت بحيث أنه تقوم بتقليل استهلاك الطاقة إلى أدنى المستويات وتقوم بتقليل كلفة إنتاج الطاقة إلى أدنى المستويات كذلك أدنى تطبيقات الإنترنت للأشياء في مجال الرعاية الصحية أيضاً هي من الأمور الرئيسية في هذا المجال كذلك في المزارة النموذجية الخاصة بتربية المواشية وغيرها وطبعاً هناك رابط للدخول إلى تفاصيل أكثر عن كل واحدة من هذه التطبيقات كذلك بالنسبة للمدينة اللي أنا أسكن بها حالياً اللي رأيناها بشكل مباشر في حياتنا اليومية هو مثلاً فدمثال عن البناية اللي نقوم بالدراسة فيها في هندزة الحاسبات والكهرباء تلاحظ أن كل البلاينتس أو كل الستائر هي مربوطة بسلسرات أو مربوطة بنظام إنترنت الأشياء بحيث أن هناك متحسسات لدرجة الإضاءة الموجودة في داخل البناية لأنه أغلب الميات هنا هي سانلايت تعتمد على ضوء الشمس فقط أثناء النهار فتلاحظ أنه فتح وغلق الستائر يعتمد بشكل أوتوماتيكي على مقدار الضوء الداخل من الشمس خارجاً في بداية اليوم تلاحظ أن نسبة الإضاءة الداخلة من الشمس تكون قليلة جداً فتلاحظ أن الستائر تكون مفتوحة بشكل كبير بعد ذلك كلما ارتفعت الشمس كلما زادت نسبة الإضاءة ونسبة الحرارة أيضاً التي تدخل إلى البناية تلاحظ أن الستائر تبدأ بشكل تدريجي تناسباً مع درجة الحرارة ومقدار الإضاءة الداخل من الخارج هذا هو نظام الكتروني مستقل بدون تدخل البشر يعتمد على بيانات يتم تجميعها من متحسسات وطبعاً عندما نتكلم عن بناءة هندسة الحاسبات والكهرباء هي عبارة عن بناءة ستوابق كل طابق يحتوي على ما يقارب الخمسين غرفة أو قاعة أو مختبر هناك مئات من السنسرات التي تقوم بتجميع بياناتها في مكان محدد وبعد ذلك معالجتها واتخاذ القرارات من قبل ماكنة أخرى التي هي المطور الذي يقوم بتحريك أو فتح أو غلق الستائر الأمثلة الأخرى هي مراقبة المرور بشكل ذكي هناك ألاف الكاميرات المتحسسات المنصوبة في كل نقاط المرور والتي على أساسها يتم تجميع هذه البيانات عن طريق أو عن طريق ويصالها إلى محطة السيطرة والتي ستعطي فتصورة أو انطباع عن الاستحامات التي تكون موجودة في نقاط المرور المختلفة وعلى أساسها تعطي للناس اللي يعتمدون على الجي بي اس أو غيرها من التطبيقات الأخرى تعطيهم بديل أو طرق بديلة عن الطرق المزدحمة وهكذا وطبعا هناك الكثير من الأمثلة الأخرى ولكن لأنه محاضرتنا اليوم هدفها الرئيسي هو التركيز على ما هو انترنت الأشياء وما هي الأمور التي لا يصح تسميتها انترنت الأشياء راح نبدأ نتحدث عنها وهذا هو أول مثال أدنى انه انترنت الأشياء هو ليس المشين تمشين هناك الكثير من الناس اللي يعتقدون انه المشين تمشين يعني كاختصاص أو كتطبيق هو يعتبر هو نفس انترنت الأشياء إلا أنه الفرق الرئيسي بين المشين تمشين وانترنت الأشياء مثل ما واضح هناك بالصورة هو ان المشين تمشين يعتبر وان توان في حين ان الانترنت الأشياء يفترض انه يكون ماني تو ماني هنا نتلاحظ انه يكون عندك ماكنة واحدة أو سنسر واحد ومجموع السنسرات ترتب مباشرة مع تطبيق واحد إلا انه في انترنت الأشياء يفترض ان يتم تجميع البيانات من أدة سنسرات مختلفة الأنواع وإصالها إلى البيك ديتا يعني طبعا خوارزميات معالجة البيانات الضخمة وبعد ذلك سيتم يعني من أدهت تنطلق الإعازات إلى مجموعة من التطبيقات التي تقوم بالتحكم بمختلف جوانب الحياة والفرق الرئيسي بين ماشين تو ماشين والانترنت هو وجود البيك ديتا أو أو غير من التطبيقات الأخرى في حين انه هو ماشين تو ماشين مثل ما تلاحظ هي عبارة عن سيمبلر سيستم يعني نظام أبسط من نظام الانترنت الأشياء لأنه يكون الاتصال بي ومركزية في جمع البيانات وتوزيع النتائج إلى بقية التطبيقات الأمر الآخر وسوء الفهم الآخر الكبير أيضا في مجال الانترنت الأشياء هو أنه هناك فرق كبير بين الانترنت الأشياء والانظمة المضمنة أو الأنظمة الدفينة الأنظمة المضمنة هذا كمصطلح أو كتطبيق موجود يعني منذ سنين طويلة بحيث أنه وصل إلى درجة أنه هناك كتس يعني فد بورد صغير يعني حتى للأطفال في الابتدائية أو المتوسطة أو حتى الأعدادية لبناء تطبيقات يعني جاهزة وبسيطة مجرد أنه تقوم بربطها مباشرة على خلاف انترنت الأشياء اللي هو يعني عبارة عن منظومة كبيرة جدا بحيث أنه هنا إذا أخذنا واحدة من معماليات انترنت الأشياء لأحد الشركات تلاحظ أنه انترنت الأشياء هو عبارة عن جزء صغير جدا من انترنت الأشياء اللي هو عبارة عن مجموعة من السنسرات اللي ترتبط بمجموعة من البوابات والتي تقوم بتجميع البيانات فقط يعني بدون وجود أي قابلية تحكم يعني هنا هذي هي السنسرات بعد ذلك يفترض أن هذه البيانات يتمتج بتجميعها وإرسالها إلى ما يسمى Edge Computing Fog Computing يعني معالجتها بمختلف طرق Artificial Intelligence Deep Learning Big Data وغيرها من التطبيقات الأخرى أما أنه ال Abated System الواحدة فهو يعني لا يمثل أي شيء له علاقة بإنترنت الأشياء هو فقط يعني One Building Block يعني وحدة بناء واحدة فقط من مجموعة كبيرة من الأمور الأخرى التي يمكن تسميتها إنترنت الأشياء أما أنه نقوم ببناء نظام صغير باستخدام Arduino أو Raspberry Pi مع مجموعة من السنسرات فهذا هو ما يسمى بال Prototyping اللي هو بناء نماذج أولية يمكن أنه تصلح كمختبر صغير أو تصلح كمشروع تخرج ولكن من الخطأ تسميته هو إنترنت الأشياء يعني قبل مدة من الزمن أحد الأخوة سأرني عن أنه هل هناك مشاريع تخرج في قسمكم يعني في جامعة تنسي تسمى إنترنت الأشياء أو تحتوي على مصطلح إنترنت الأشياء فقلت له لا يعني شيء طبيعي ليس هناك شخص يتجرى أن يسمي مشروع تخرجه إنترنت الأشياء لأنه بالحقيقة يقوم ببناء ما يسمى أو حتى إذا كان ذكاء استناعية وغيرها إلا أنه يكون جزء صغير من إنترنت الأشياء طبعا هم يقوم ببناء منظومات جميلة جدا يعني منظومات مراقبة الحرائق سيطرة على درجة الحرارة الضغط الرياح غيرها من الأمور الأخرى يعني منع السرقة ولكن هذي كلها هم وليست إنترنت الأشياء هنا أيضا يجب التفريق فيما بينهما الأمر الآخر أيضا يحصل في خلط كبير هل أنه إنترنت الأشياء هو نفسه ذكاء استناعي يعني هل أنه كل نظام ذكاء استناعي هو يعتبر نظام إنترنت الأشياء أو العكس هل أن كل إنترنت الأشياء يحتوي على ذكاء استناعي في الحقيقة أيضا هذا خلط كبير ممكن أن يكون هناك نظام ذكاء استناعي قد يكون روبوتكس أو قد يكون غيرها سنسنج وهو في نفس الوقت إنترنت الأشياء ممكن أن يكون هناك إنترنت الأشياء ولكنه أيضا يحتوي على ذكاء استناعي ولكن مو شرط يعني قد يكون لدينا إنترنت الأشياء ولكنه بعيد جدا أيضا هناك فرق كبير بينهما راح نحاول أنه نوضحه في نهاية هذه المحاضرة الخلط الآخر أيضا يحصل ما بين إنترنت الأشياء والسكادا سيستم السكادا سيستم هو عبارة عن أنظمة وحدة من أنواع أنظمة التحكم الصناعية اللي كانت موجودة واللي هي أيضا وظيفتها أنه تقوم بتجميع البيانات من أجهزة السيطرة على المنشعات الصناعية أو الإنتاجية أو غيرها ويصالها إلى فت سيربر معين واللي هو سمي السكادا سيربر وطبعا مع وجود داتا بيس يعني قائد بيانات لتجميع البيانات السابقة هذا لحد الآن هو سمونا سكادا سيستم اللي هو مجرد يعني سنسرات تجميع البيانات ووصولها إلى السكادا سيربر سكادا سيربر سابقا كان يقوم به يعني أعطاء الإعازات مباشرة إلى يعني النقاط أيضا عن طريق الإثيرنت أو غيرها إلى المنشآت الصناعية لتحكم بشيء معين هذا لحد الآن هو سكادا سيستم طبعا إذا قمنا بربط هذا الشيء إلى يعني إنترفيس معين يوصل إلى IOT Gateway بعد ذلك رح يودينا إلى الكلاود ونقوم بتجميع البيانات من أدة منشآت صناعية أو أدة منشآت إنتاجية وتجميع البيانات وتحليلها والخروج بين استنتاجات معينة يعني بتحليلات واستنتاجات هذا رح نسمي إنترنت الأشياء أي أنه السكادا سيستم هو نظام فرعي من إنترنت الأشياء ولكنه ليس إنترنت الأشياء بالضرورة أيضا أدنى فأخلط ما بين مفهوم إنترنت الأشياء والكلاود كومبيوتينغ اللي هو الحوسب السحابية إنترنت الأشياء بحذ ذاتها يعني إذا كان لدينا كلاود كومبيوتينغ ترتبط مع الفوق كومبيوتينغ مع الـ Edge كومبيوتينغ مع مجموعة من السنسرات الأخرى هذه كلها يعني مع بعضها ممكن نسميها IOT إلا أنه كل واحدة من أتلواحتها هي ليست IOT يعني يفترض أنه نفرق فيما بينهما طيب نعم كلاود كومبيوتينغ هو جزء من معمالية إنترنت الأشياء ولكنها ليست كل إنترنت الأشياء الشيء الآخر اللي أيضا يحصل به خلط هو ما يسمى بالـ Cyber Physical System واللي هو هذا طبعا يعني كمصطلح أكاديمي ظهره وانتشره تقريبا في العشر أو الخمسطعش سنة الأخيرة واللي هو أيضا يعني مثل ما ذكرنا هو عبارة عن نظام يفترض أنه يقوم بتجميع كVirtual Network يحتوي على أنظمة التحكم بالحرارة والضغط والرياح والمصابيع الكهربائية المتحسسات الحرارة أو النار قافل وفتح الأبواب التحكم بتسريب المياه أو غيرها الميترينغ يعني كل أنواع المقاييس الأخرى الـ Energy Storage هذه كلها كانت يعني مثلا موجودة في Smart Building أو Smart System كانت تسمى Cyber Physical System ولكنه أيضا يعني هناك الفرق الرئيسي ما بينها وبين إنترنت الأشياء أنه هي كانت لمتد إلى بناية معينة أو في مكان محدد إلا أنه إنترنت الأشياء يفترض أنه يكون نظام أكبر ويعمل يعني كواجهة ما بين Virtual World وال Physical World وأيضا يعني هناك فرق كبير بينهما Cyber Physical System كمصطلح يعني مثل ما كانت ظهرة ويكاد يندثر على المستوى الأكاديمي والبحث العلمي إلا أنه إنترنت الأشياء هو كان يعني مور كاتشي مثل ما يقولون يعني مصطلح أكثر جاذبية بالنسبة للشركات والصناعة فبالتالي هو اللي يعني ظهر وما زال يعني في مرحلة يعني نموه وانتشاره طيب هنا راح يظهر أدنى هذا السؤال إنه إذا كان إنترنت الأشياء هو ليس ما هو إنترنت الأشياء بشكل حقيقي يعني كجواب مختصر عن هذا الشيء واللي هو أيضا يحتاج إلى كثير من التفصيل ما أعتقد أنه ال 15 دقيق اللي موجودة أدنى راح تكون كافية لتوضيح كل هذه الأمور إلا أنه باختصار نستطيع أن نقول أن إنترنت الأشياء هو The combination of all of them هو عبارة عن الهيكل أو التركيب أو النظام الذي يحتوي كل هذه الأمور أو أغلبها على أكثر يعني طبعا اعتماد على نوعية التطبيق المطلوب سوري إذا كان لدينا نظام يحتوي على machine to machine embedded systems هذه طبعا مجموحة سوية ممكن أنه نسمي إنترنت الأشياء أما أنه كل واحدة ملت اللوحة هي ليست إنترنت أشياء طيب ما هي الأمور أريد أن نحتاج أنه نأخذها من هذه الكلام اللي حتنا على حدنا أولا ما هو إنترنت الأشياء ما هي الأشياء التي لا يصح تسميتها إنترنت الأشياء كيف نستطيع كخريجين أقسام الحاسبات أو التقنيات الحاسبات أو تقنيات البرامجيات أو غيرها كيف نستطيع الاستعداد لأن نكون جزء من بيئة إنترنت الأشياء طبعا هناك مجموعة من certificates الشهادات المتوفرة من شركة Cisco على موقع Udemy edX موجودة أرفقت الروابط الخاصة بهذه الكورسات والتي أغلبها مجانية في آخر سلايد من هذا البرزنتيشن والتي ستكون إن شاء الله متوفر للجميع ماذا تقدر تبني المهارات الخاصة بك لأن تكون جزء من بيئة إنترنت الأشياء طبعا مثل ما ذي كان Arduino هذه جزء صغير جدا من بيئة إنترنت الأشياء الكبيرة تحتاج أنه لكي تكون جزء من فريق إنترنت الأشياء تحتاج أنه تعرف أمور عن عن البرمجة، عن الشبكات، عن التحكم وغيرها من الأمور الأخرى ولذلك يعني دائما نركز على أنه لكي تكون مختص في إنترنت الأشياء يجب أن تكون جزء من فريق كبير وهذا الفريق يحتوي على مختصين بكل التخصصات المختلفة يعني هنا تلاحظ بأنه تذكر أنه إنترنت الأشياء هو عبارة عن معمارية كبيرة تحتوي على أمور خاصة بالشبكات أمور خاصة مثل الـ IP version 4, version 6, 6 Lopan غيرها UDP, TCP هذه الأمور يعني يفهمها أو يختص بها جماعة الإنترنت أو الشبكات بصورة عامة هناك أيضا الـ Web Transfer كيفية نقل بيانات ما بين الأجهزة هناك طبقة الـ Applications اللي هي الـ RESTful API وغيرها من الأمور الأخرى وأخيراً أدنا طبقة التطبيقات وكيفية تطوير التطبيقات للمستخدمين أو يعني الـ End Users هذول كلهم عبارة عن فريق متكامل لإنترنت الأشياء كل واحد منهم طبعاً مشرط أنه أنت تعرف الكل ولكن يجب أن تعرف ما هو دورك من ضمن هذه الخارطة الكبيرة أو هذه المعمارية الكبيرة للإنترنت الأشياء طبعاً هل هذه هي المعمارية الوحيدة للإنترنت الأشياء؟ الجواب كلاً لأنه ما زال إلى حد الآن في طور الـ Standardization أي أنه في طور تحويله إلى مقياس عالمي كيف أنا أعرف أن هذا الشيء هو إنترنت الأشياء أو لا؟ هذا الشيء يجب أن يتم تحديده من قبل الـ Standard العالمي والتي تعمل عليه حالياً كمجموعة من الشركات والجامعات في العالم لتحديد إطار حقيقي أو خارطة حقيقية لما هو إنترنت الأشياء لتمييزه عن بقية الأنظمة الأخرى نصيح للجميع أنه لكي تستطيع احتراف هذا المجال ومعرفة الكثير عنه يعني لا تكتفي بالـ Certificates لا تكتفي بالـ Labs أو التجارب التي تقوم بها بنفسك وإنما أقرأ المزيد عن هذا الموضوع لأنه ما زال لحد الآن في مرحلة الـ Hype يعني هو الكثير من الكلام موجود عن هذا الموضوع وتحتاج أنه تقرأ الكثير لكي تعرف ما هو الصح وما هو الغلط وشكراً جزيلاً جميع وهذه المصادر بالنسبة للأمور التي اعتمدنا عليها أتمنى أنها تكون مفيدة للجميع وشكراً جزيلاً ومع السلامة إذا في أسئلة أو استفسارات سأكون إن شاء الله مسرور للإجابة عليها